خلافة دول العدوان تتفاقم وصراعات العملاء تتسع لتبلغ ذروتها باتهامات صريحة كشفها العميل العليل رياض ياسين فالإخوان وراء الهزيمة في تعز وهم وراء الانكسار في مأرب وعلى ما يبدو أيضا أنهم سيكونون كبش فداء وشمع يعلق عليها العدوان هزائمه وانكساراته في عشر جبهات يخوض فيها الأبطال الأشاوس من رجال وشباب قواتنا المسلحة ولجاننا الشعبية معارك النصر والتضحية ليصنع أمجاد الحاضر اليمني المعمد بدماء الشهداء الطاهرة فكانت الصفعات تتوالى والانتصارات تتعاظم ليغدو الجيش واللجان أسطورة عسكرية تهزم التحالف وتمرغ أنوف العدوان بضربات موجعة أربكة التحالف بدوله ومرتزقته بداعمه ومدعومه وعلى وقع انتصارات باب المندب وذباب والشريجة والوازعية اختطى المقاتل الأبي الشامخ في جبهات جيزان ونجران وجيزان مسارات الصمود والانتصارات بالإعلان عن دخول منظومة زلزال 2 في خط المواجهة إذانا بدخول مرحلة جديدة تتجاوز الربوع وتضع على تخوم جيزان ونجران على مات النصر العظيم هذا النصر وتلك الانتصارات دفعت مملكة الشر لتحذير مواطنيها من تداول مشاهد انتصارات الجيش واللجان الشعبية فيما أبواق أبوظبي تترنح في تسويق مبررات الهزيمة وإعلام دوحة آل ثاني يسقط مجددا محاولا التغطية على فشله الذريع في بلادنا ليوجه بوصلة المؤامرة نحو سوريا وهذه المرة بالتهليل والتكبير لإسقاط الطائرة الروسية الحادثة التي بالتأكيد سيكون لها ما بعدها من تداعيات ونتائج محسوبة وغير محسوبة فقط العقلاء من يحسنون استشراف عواقبها ليس على بلد بعينه وإنما على المنطقة والعالم فإن كان إسقاط المدنية الروسية في سيناء قد جعلنا على مشارف صراع محتدم بين قوى العالم فبالتأكيد أن حادثة إسقاط الحربية الروسية في سوريا سيجعلنا على تخوم شرارة الانفجار الكبير ليبقى أن نقول أنه ومع خضم التحولات والمتغيرات على الساحة الإقليمية رغم خطورتها إلا أن أبناء اليمن العزيز الطاهر قد أكملوا رسم خطوط مستقبلهم ويستكمل اليوم على قدم وساق مهام العبور بعد أن وضعوا في أجندتهم بل وعلى رأسها مهمة وطنية دينية تتمثل في الإسقاط والتطهير إسقاط العدوان وهزيمته وتطهير اليمن من أزلام العمالة ومرتهن الوصايا ومعهم بالتأكيد قوى الإرهاب والتطرفة ترجمة نانسي قنقر